اشتركوا في القناة ويشدد مملكة البحرين على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها ومواجهة جميع الكينات الإرهابية والقضاء على كل من يدعمها ويحاول زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها كما رحبت المملكة العربية السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر قوله إن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا لقطع كافة مصادر تمويله ومن أي جهة كانت بما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية بدورها رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتصريحات الرئيس الأمريكي ودوره في مواجهة الجهود القطرية الداعمة للإرهاب وقال سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف الاعتيبة إن بلاده أكدت أن على قطر الإقرار بالمخاوف المتعلقة بدعمها المقلق للإرهاب وعليها أن تلتزم بمراجعة سياساتها الإقليمية الأمر الذي سيوفر الأساس الضروري لأي مناقشات مشيرا إلى أن موقف ترامب الأخير صحيح فوقف تمويل الإرهاب يعني البدء بقطر وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بالبيت الأبيض إن قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عال جدا مؤكدا في الوقت نفسه أنه قرر مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون والجنرالات والعسكريين بأن الوقت قد حان لدعوة قطر بأن تتوقف عن تمويل الإرهابيين والأديولوجية المتطرفة دولة قطر للأسف لديها تاريخ طويل بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا وفي عقاب تلك القمة التاريخية وحدت الدول خطتها وتحدثت إلي بشأن مواجهة قطر وأسلوبها علينا أن نتخذ قرارا بأن نسلك السبيل السهل أو أن نقوم بعمل ضروري علينا أن نوقف تمويل الإرهابيين ومن هنا قررت بعد الاتفاق مع وزير خارجيتنا أن الوقت قد حان لدعوة قطر لإنهاء تمويلها ويجب عليها أن تتخلص من الفكر المتطرف وسوف نعمل على حل هذه المعضلة وهذه هي أولوية الأولى كرئيس يجب علي أن أوفر الأمن لشعبي من خلال محاربة داعش وكل المنظمات الإرهابية الأخرى نرغب في أن تكون قطر ضمن الدول المشاركة المسؤولة وأن تبدل المزيد من الجهد أشكر المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكل الدول المشاركة في القمة التاريخية والتي هي بالفعل كانت قمة تاريخية وربما لن تكون هناك قمة مثيلة في المستقبل على الإطلاق وأمل أن تكون هذه القمة هي بداية نهاية لتمويل الإرهاب والفكر المتطرف